في الأيام الأخيرة فإن مجلس الأمن والعالم بأسره شهد تصرفاً غير مسؤول وقاس من الولايات المتحدة الأمريكية وأنا لا أخجل في أن أقول ذلك إن الولايات المتحدة الأمريكية قد لجأت لأدوات تخريب شتى لمنع اعتماد قرار بخصوص غزة إن وسائل إعلام العالم بأسره والرأي العام العالمي تساءل طوال هذا الوقت لما أجلنا في كل مرة طرح مشروع القرار الإماراتي والرد صريح إن الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذرائع مختلفة قد أطالت أمد المفاوضات بدل العمل بشكل شفاف إن الإبتزاز والضغط بمختلف أشكاله كان أداتين استخدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية لفرض إنذار لهذا المجلس فإما أن يعتمد نصاً يرضي واشنطن أو أن تعيق الولايات المتحدة الأمريكية أي قرار يصدر عن هذا المجلس إن مشروع القرار سيطرح للتصويت بعد لحظات لن يكون فعالاً نحن مقتنعون بذلك ذلك أن بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على هذه النقاشات والمفاوضات وراء الكواليس فإن النص قد أفرغ من أحكام بالغة الأهمية إن نص المشروع الذي سيطرح للتصويت قد أفرغ من جوهره لسيما فيما يخص الفقرة الرابعة من منطوق هذا القرار والمتعلقة بالآلية التي كان يفترض بها أن تكلف بالتخفيف من المعاناة وإيصال المساعدات الإنسانية لغزاء ولكن الأنكى هو أن جهود الوفد الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت بإدراج عنصر خطير وخطر على غزاء فبدل الحديث عن وقف الأعمال القتالية فوراً جرت الإشارة لخلق ظروف مواتية لوقف الأعمال القتالية أيها الزملاء هذا قمة القصوة والتهكم هذا ما يجري اليوم لأن القوات المسلحة الإسرائيلية سيتوفر لها هامش التحرك كاملاً لتطهير القطاع كما تفعل تماماً إن من سيصوتون على هذه النسخة من النص سيكونون مسؤولين عن ذلك سيكونون متواطئين في تدمير غزة النص لا يتضمن أيضاً أي تنديد بالهجمات العشوائية ضد المدنيين فما هو المؤشر المواجه للمجتمع الدولي أن هذا المجلس يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب جرائمها؟ وإليكم سؤالاً أعضاء مجلس الأمن لما نحن مجتمعون هنا في هذه القاعة لنوافق على قرار يروق واشنطن أم لنؤدي المهمة التي كلفنا بها ولايتنا المتمثلة في صون الأمن وسلام الدوليين نحن ننطلق من مبدأ القائل إن الرد الثاني هو صحيح علينا أن نمنح المجلس إمكانية حفظ ماء الوجه ولذلك نقترح إعادة إدماج صيغ كانت قد سحبت من النص وقررنا أن نقترح تعديلاً شفهياً في الفقرة الثانية إليكم النص وفي هذا الصدد تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لأسماحي الفوري بوصول المساعدات الإنسانية الموسع بالعائق وخلق ظروف مستدامة لوقف الأعمال القتالية وفي هذا الصدد يدعو للتعليق العاجل للأعمال القتالية لسماحي بوصول المساعدة الإنسانية بشكل آمن وبلاعائق واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال بشكل عاجل ذلك فإن هذه الصيغة كانت في النص الأصلي باللون الأزرق بطبيعة الحال ليست هذه الصيغة مثالية وكما تعلمون فإن روسيا ومنذ بداية المفاوضات كانت قد دعت لضرورة وقف إطلاق نار فوري لبل إن الجماعة العامة قد دعت لذلك مؤخرا الصيغة التي نقترحها الآن هي أضعف الإيمان لجميع أعضاء المجلس يا حبذا لو أن تصويت على هذا التعديل كان لحظة الحقيقة بحيث يبين من من أعضاء المجلس يريد وقف العنف في غزة وإنقاذ المدنيين ومن يرفض ذلك أيها الزملاء الأعزاء إن كيفية صوغ الفقرة الثانية من المنطوق هو ما يحتاجه الوفد الأمريكي الآن عندما يتحدث عن خلق ظروف المواتية لوقف الأعمال الكتالية فالمقصود هو سماح لإسرائيل مواصلة استهداف المدنيين من خلال قصف البنى التحتية المدنية وسكان غزة أدعو الوفودة لتصويت لصالح التعديل الذي اقترحناه للتعديل مواصلة استهداف المدنيين من خلال قصف البنى التحتية المدنيين من خلال قصف البنى التحتية المدنيين ترجمة نانسي قنقر